استهدفت المروحيات التابعة لميليشيا أسد الطائفية الحي الغربي في بلدة حاس بعدة براميل متفجرة وحاوية شديدة الانفجار ما أدى إلى دمار حي بأكمله ستة منازل سقطت بشكل كامل منها على رؤوس قاطنيها ومنها هروب بعض المدنيين باتجاه الشوارع خوفا من استهدافهم وكانت فعلا البراميل على هذه المنازل ستة منازل سقطت بشكل كامل هناك إصابات في صفوف المدنيين نلاحظ هنا أحد المدنيين من أبناء هذا الحي رأسها مقتولة حتى هي كمان اسمعنا الصوت المروحي جاءتنا هنا فزع كلها نترك الحارة ونخلع يعني هذه الحارة قبل هالمرة صار نضربت شستين مرة ما في شوان حارة مدارس كلها مدني ما في لها مقارات ولا في أي شي فهربنا قام ضاب حاوية هنا مثل ماك شايف هد سبع دور مثل ما شايف لك هون مبين هون دور وهي دور لكلية على الأرض والدور اللي بعد لك هاي دور كانت كلية مساعت الشيط لها 200 متر أو أكثر هون دور كمان على الأرض هون دور على الأرض وكلية على الأرض كانت فيه شوية إصابات الحمد لله رب العالمين وكمان استاشها الطفل بكفرنبيل كمان دور بكفرنبيل براميل استاشها الطفل بكفرنبيل من شان مين؟ راحت لأطفال تهجرت الضيع مضى الحد في حاس مضى الحد في كل القرى كل الضيع تهجرت أحد هذه المنازل لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة كانوا يحاولون الوصول إلى عدة مناطق من أجل العلاج ولكن سبقتهم هذه البراميل على منزلهم الآن في الأجواء عدة طائرات حربية ومروحية تقوم بالتنفيذ على ريف أدلب منذ قليل كان هناك استهداف لمدينة كفرنبيل جميل الحسن أوريانت نيوز ريف أدلب